استنكرت أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بإقليم جلميم مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة وأكدت أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بالإقليم خلال لقاء احتضنه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير أن ذلك يأتي على ضوء المستجدات الأخيرة لقضية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية على الصحراء المغربية معربة عن استهجانها للمناورات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية منذ فاتح أكتوبر الجاري هذا اللقاء تجدد أسرة المقاومة جيش التحرير بهذا الإقليم والجهة أيضا تنديدها بالمناورات خصوم الوحدة الترابية كما تجدد العهد على الاستمرار على التضحية دفاعا عن سيادة المغرب على الصحرائه وتجدد أيضا إشادتها وتقديرها للمجهود الموال الذي يقوده صاحب الجلالة بالصحراء المغربية كما تشيد بالدعم الأممي لخيار الحكم الداتي المتفاوض بشأنه الذي اقترحه المغرب مهم نحن عدينا لهذا النهار لأنه كان نستنكروا وانشجبوا وبكل قوة هذه الاستجازات التي يقوموا بها خصوم الوحدة الترابية يقوموا بها جيراننا سمحهم الله ضد المغرب الصحراء الصحراء مغربية منذ خلقت وأكدت أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير تشبثها بالمصاري الأممية لحل هذا النزاع المفتعل وتأييدها لمقترح الحكم الداتي لحل هذا النزاع ويمتركم بطول العمار